هنتكلم النهاردة عن فنان قدير وكان مؤثر في عالم الفن لكن ما كانش بياخد بطولات كل أدواره كانت أدوار مؤثرة لكن للأسف ما أخدش ولا بطولة هنتكلم النهاردة عن الفنان القدير إبراهيم الشامي وليه أولاده رفضوا تنفيذ وصيته وقالوا إنها وصية غريبة وهنتكلم عن مقتل ابنه بعد زفافه بأيام بسيطة خليكم معانا لآخر الفيديو عشان نعرف حكاية الفنان القدير إبراهيم الشامي ما تنسوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد اسمه إبراهيم محمد الشامي موليد 1921 قرية أبو الصير محافظة الغربية كان طفل مدلل من أسرته وكان ليه أخ واحد بس أكبر منه ب16 سنة وكان كل ما يتولد ليه أخ يتوفى فما تبقاش غير هو هو أخوه الأكبر منه ب16 سنة حفظ القرآن الكريم بكامل في كتاب القرية وكان بيحب الفن من صغره ودخل المدرسة وكان بيشارك في حفالات المدرسة خلص الإبتدائية والإعدادية ولما يوصل لمرحلة سنوية ما كانش فيه في القرية سنوية فاضطر أنه هو يقيم عند عمه في ضمياط علشان يدخل السنوية العامة في ضمياط بعد السنوية دخل الجيش التحق بالمسرح العسكري وشارك في حرب فلسطين وكان معه الفنان حسن عبدين وبعد كده درس في معهد الفنون المسرحية كان من أهم أدواره فيلم الزوجة التانية مع الفنانة سعاد حسني وشكر سرحان ومسلسل الشهد والدموع ومسلسل غوايش مع صفاء بالصعود وفيلم إعدام ميت وفيلم الأرض كان من أهم أصدقائه حسن عبدين وعبد البديع العربي عبد المنعم إبراهيم وشكري سرحان آخر مسلسل قدمه كان مسلسل الرحاية ودوة كان سنة 1989 ومات قبل عرض المسلسل آخر فيلم قدمه للسينما كان فيلم إعدام ميت وكان قايم بدور الشيخ مساعد أبو الفنان محمود عبد العزيز وقال جملته الشهيرة في الفيلم أخس العاري بإيدي وبعد كده قتل ابنه في الفيلم اللي هو الفنان محمود عبد العزيز أما حياته الشخصية فهو تزوج من بنت عمه بعد قصة حب طويلة خلف منها بنت وبعد كده ستة أولاد بعد كده بنت يعني مجموع أولاده تمن أولاد كان مقيم في الحسين في شارع المعز رفض يطرق المنطقة بتاعته لأنه هو كان بيحس بروحانيات عالية في منطقة الحسين كان بواظب على الصلاة رفض أبنائه دخول عالم التمثيل سنة 1985 كان ليه ابن بيتجوز وقرر أنه هو يقضي شهر العسل في اليونان مع عرسته لكنه هو راجع مع عرسته حصل حادث غريب الطيارة اتخطفت من مجهولين وحصل هرج ومرج وحصل ضرب رصاص فرصاصة دخلت في قلب ابنه فتوفه في الحال الحادث دو تأثر عليه تأثير شديد جدا بوفاة ابنه كان وقتها الفنان إبراهيم الشامي بيصور مسلسل غوايش مع الفنان فاروق الفشاوي والفنانة صفاءة بالسعود وكان الدور بتاعه أنه هو ابنه بيتقتل في الفرح فكان قايم بالدور ومتقمس الشخصية لأنه كان في الفترة دي قلبه كان واجعه على ابنه بعد عرض المسلسل الجمهور ربط الحادث بالمسلسل والناس قالت أن المسلسل مكتوب علشانه لكن دي ما كانتش الحقيقة المسلسل كانت هيا دي قصته لكن الصدفة اللي حصل أن ابنه اتقتل في حادث الطيارة عند وفاته أوصى أولاده بوصية غريبة وأولاده رفضوا ينفذوا الوصية لغربتها أوصى أولاده أن هم يشغلوا له أغنية أم كلسوم لما يتوفى علشان يسمعها لأنه هو كان من عشاق السيدة أم كلسوم قال لهم أول ما توفى شغلوا لأغنية أم كلسوم وبعد لما تخلص شغلوا القرآن الكريم لكن بعد ما توفى فأولاده رفضوا يشغلوا أغنية أم كلسوم وقالوا ممكن يكون هو وصى بالوصية ديت وهو تحت سقارات الموت فهو ممكن يكون ما كانش في وعيه ورفضوا يشغلوا أم كلسوم وشغلوا القرآن الكريم الوصية التانية اللي هو أوصى بيها أنه هو قال لهم ياخدوا الجثمان بتاعه داخل المسرح القومي ويقرؤوا عليه القرآن داخل المسرح بعد كده ياخدوا الجثمان لمسجد الحسين ويصلوا عليه ويتفنوا بالفعل هم نفذوا الوصية التانية توفى إبراهيم الشامي عن عمر يناهز 69 عام رحم الله الفنان قدير إبراهيم الشامي شكرا